بتنسيق استخباري بين اقسام استخبارات قيادة عمليات سامراء ونينوى وديالا قيادة عمليات سامراء تطيح بالارهاب ابو اسحاق ومساعد مسؤول الخدمات لداعش الارهاب في نينوى جهد استخباري نوعي يفكك بقايا خلايا داعش الارهاب في مناطق متفرقة من نينوى وصلاح الدين جهد الاستخباري المتفاعل لقواتنا الامنية يستمر في تحييي داعش الارهابي وانهاء وجوده في كل مناطقنا وخاصة ما يسمى الخلايا النامة او غيرها وايضا في هذا السياق تمكن ابطال الاستخبارات العسكرية ومن خلال تنسيق عالي المستوى بين اقسام استخبارات ديالا ونينوى وسامراء من القال قبض على ما يسمى المدعو ابو اسحاق في سامراء وهو واحد المجرمين الخطرين المتمين لداعش الارهابي واللي كان مسؤول عن كثير من العمليات الارهابية تم نصب كمين الى وايضا ابطالنا في القوات البرية تمكنوا من خلال هذا الجهد الاستخباري من عملية القال قبض عليه في ذات الوقت كان هناك ايضا نشاط متميز اخر للاستخبارات العسكرية في محاولة نينوى وايضا تم القال قبض على ما يسمى مسؤول خدمات في نينوى الضربات النوعية التي نفذت من قبل الوكالات الاستخبارية على اوكار داعش الارهابي داخل العراق وخارجه والتي اسفرت عن القاء القبض على قيادات ارهابية بارزة وقتل اخرين مؤشر على انهيار ما تبقى من الارهابيين وخلاياهم المختبئة في داخل البلاد وخارجها مدية الاستخبارات العسكرية استنهضت دورا كبيرا وهاما جدا سيما في غضون الستة اشر من قضية بيد انها القبض على قيادة بارز كان دخل بغداد وكان ينوي تنفيذ عمليات في بعض الاماكن الحساسة من بغداد واطلعت بدور اخر تكميلي من خلال تفكيك بعض المظافات التي يأوي لها بعض الارهابيين سيما في مناطق شمال بغداد المتعلقة بديالة وصلاح الدين وكاركوك اليوم الملاحقة الاستخبارية تمت على داعش سواء كان داخل عراق او خارجه من خلال المعلومات التي يغفرها جهاز المخابرات الوطني للمقاتلات سواء كان مقاتلات تحالف الدولي او حتى المقاتلات العراقية وكانت القيادة المركزية الامريكية قد نفذت غارة جوية بدون طيار في شمال غربي سوريا مستهدفتين اثنين من كبار قادة داعش الارهابي من بينهم ماهر العقال احد المسؤولين عن تطوير شبكات الارهابيين خارج العراقي وسوريا من بغداد حسام التميمي العراقية الاخبارية